وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَأَمَّا مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ مِنَ النِّعَمٍ فَحَدِّثْ تَحَدَّثْ يَا مُحَمَّدُ بِنِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكِ التفسير الإجمالي أقسم الله بالنهار وما فيه من الضياء وبالليل وقت سكونه وظلامه وهذا القسم على أن الله لم يتركك ولم يكرهك أيها الرسول عندما تأخر الوحي عليك كما يزعم المشركون وأقسم الله على أن الآخرة خير لك من الدنيا ولسوف يمنحك الله أيها النبي في الدنيا والآخرة من نعمه ما يجعلك راضيا والله يقسم بما شاء أما الإنسان فيحرم أن يقسم بغير الله أَلَمْ يَجِدْكَ أَيُّهَا النَّبِيْ في صِغَرِكَ يَتِيْمًا فَرَعَاكَ حَقَّ الرِّعَايَةِ أَلَمْ يَجِدْكَ حَائِرًا لَا تَدْرِي تَفْصِيلَ وَاجِبَاتِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ فَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُهُ أَلَمْ يَجِدْكَ فَقِيرًا فَسَاقَ إِلَيْكَ الرِّزْقِ وأغنى نفسك بالرضا وهذا الرب يستحق منك أن تطيعه لا يجوز لك أن تسي إلى اليتيم باحتقاره ولا إلى سائل الحاجة بإغلاظ القول له ولكن أعطه أو رده برفق ولي وينبغي لك أن تذكر هذه النعم التي منحها الله إياك لأن هذا من واجب شكره ما يستفاد من السورة واحد بيان عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم وعظيم قدره عند ربه اثنان تبشير الرسول عليه الصلاة والسلام بالعطاء الجزيل في الدنيا والآخرة ثلاثة حث الإسلام على رعاية اليتيم وكفالته أربعة الحث على مساعدة الضعفاء والمحتاجين خمسة التحدث بنعمة الله تعالى وشكره عليها سورة الليل التفسير والليل إذا يغشى قسم بالليل حين يغطي كل شيء بظلامه والنهار إذا تجلى قسم بالنهار حين يظهر بظوءه وما خلق الذكر والأنثى قسم بالذي خلق الذكر والأنثى إن سعيكم إن عملكم لشتى لمختلف فأما من أعطى فأما من أنفق المال واتقى فعل الخير واجتنب النواهي وصدق بالحسنى صدق بكلمة التوحيد والثواب فسنيسره لليسرى فسوف نوفقه للطريق اليسير وأما من بخل من أمسك المال واستغنى وترك ما عند الله من الأجر والثواب فسنيسره للعسرى فسوف يسير إلى الأعمال السيئة التي تورث الخسران في الدنيا والآخرة وما يغني عنه ماله إن ماله لا ينفعه إذا تردى حين سقط في نار جهنم إن علينا للهدى إن الله يبين طريق الهدى الموصل إلى الجنة وإن لنا للآخرة والأولى إن الله ملك الدنيا والآخرة فأنذرتكم إن الله يحذركم ويخوفكم نارا تلضى تشتعل وتلتهب لا يصلاها لا يدخلها الأشقى الكافر الذي كذب الذي كذب قول النبي صلى الله عليه وسلم وتولى وأعرض عن الإيمان وسيجنبها وسيبعد عن النار الأتقى الذي ترك الكفر والمعاصي الذي يؤتي ما له الذي يدفع ما له يتزكى يطهر قلبه بإنفاق المال وما لأحد ليس لأحد من الناس على الإنسان من نعمة تجزى مقابل أعمال خير قدمت إلي إلا بتغاء وجه ربه يعمل العمل الصالح لطلب ثواب الله الأعلى ولسوف يرضى سوف يرضى التفسير الإجمالي أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه كل شيء وبالنهار إذا عم نوره العالمين وبخلقه للزوجين الذكر والأنثى من كل المخلوقات على أن أعمالكم أيها الناس التي تعملونها مختلفة فمنها ما هو صالح ومنها ما هو شر إن الإنسان الذي يبذل ما له في أعمال الخير ويخشى الله وآمن بالحساب سوف نوفقه إلى الخير ونيسر له أموره وإن الإنسان الذي يبخل بماله ولا يستعد للقاء ربه سوف يضله الله ويزيده شقاء ولا ينفعه ولا ينفعه ماله الذي يفتخر به إذا هوى في نار جهنم إن الله بفضله وحكمته أراد أن يبين للإنسان الطريق المستقيم وإن الله هو مالك الحياة الآخرة والحياة الدنيا لأنه مالك الملك ويحذر الله الناس من نار جهنم المتوهجة من شدتها ولن يدخلها ويبقى فيها إلا الشقي الضال الذي كذب بالإسلام وأعرض عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وسوف يبعد الله عن هذه النار المؤمن التقي الذي يتصدق بماله رجاء أن يطهر نفسه بهذا الإنفاق ولا يعطيه مكافأة إلى الذي قدم إليه مساعدة ولكنه يبتغي وجه الله الأعلى وسوف يرضيه ربه بإدخاله الجنة ما يستفاد من السورة واحد في تتابع الليل والنهار فوائد كثيرة لا يمكن حصرها اثنان اختلاف أعمال الناس في الدنيا فمنهم المؤمن ومنهم الكافر ثلاثة تيسير الله للمؤمن طريق الخير أربعة تعسير طرق الخير والصلاح على الكافر فيصعب عليه فعله خمسة من حكمة الله ورحمته بيان طريق الهداية الموصلة إلى جنته ورضوانه ستة المؤمن يجمع ماله من حلال وينفقه في أعمال الخير طلبا لثواب الله ورضاه مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي نزلت فيه آيات من هذه السورة ترجمة نانسي قنقر